خلوني أخد معايا بالمناسبة محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في المعصرة في ملاوي المينيا أول قرانة النموذجية بالمحافظة وضمن مبادرة حياة كريمة العظيمة الكبيرة 29 مشروع خدمي كل حاجة شهر عقاري موجود التقنية فائق السرعة موجود أمريكا الشباب موجود مدارس ومحطة مية ومكتب بريد وسوق حضاري وموقف حضاري ومجمع الخدمات بتاع المواطنين ووحدة طب الأسرة والتأمين الشامل والإسعاف المطور بالموذج من ضمن الحاجات اللي عجبتني قوي النهار ده كابيتان وده إيه السكر ده أروح لمحمود إزاك يا محمود مساء الخير عليك يوسف وأهلا بيك وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة برحب بيك طبعا من عروس السعيد من قرية المعصرة والحقيقة النهار ده يوم مهم ويوم يعني صرحل وقوي النهار ده يوسف داخل قرية المعصرة الناس حسن بيه إزاي محمود إحنا كنا معاك من كم شهر من داخل قرية المعصرة ما هذا بقى اللي أنا عايزة نقلهولك أنا عايزة أقولك قبل ما أطلع معاك على الهوى مباشرة المكان هنا أصبح بجد بدون مبالغة مظهر سياحي كل أهالي قرية المعصرة بييجوا دلوقتي يتفرجوا على المشروعات اللي موجودة من خلفي واللي أنت تكلمت عنها بقوا بييجوا تحس إنه هم كده يعني فخورين ومتشرفين بأن المشروعات دي موجودة في بلدهم موجودة في قرية المعصرة عايزة أقولك كل الناس بتيجي بيتصوروا سيلفي وكل واحد بيحكي للتاني بقى عن المشروعات اللي موجودة بيقولوا ده دي الوحدة البيطرية ده مشروع كذا ده بيخدم كذا فبيحكيله عن كل المشروعات اللي موجودة هنا الناس هنا في فرحة كبيرة جدا جدا يا يوسف لأن حرفيا دي أحلام وتحققت معجزات وأصبحت يعني واقع بيعيشوا أهالي المعصرة أنا عايز بقى نقل لك الناس بالكلمات يعني قالوا إيه يعني تقريبا أنا كنت بتكلم مع أحد الأهالي قال لي إحنا دخلنا التاريخ من أوسع أبوابه لأن النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول زيارة ليه للمينيا ييجي قرية وييجي قرية المعصرة وكمان يعني يبقى موجود مع الأهالي ويتناول الإفطار مع الأهالي فدي حاجة بتشرفنا ودي حاجة طبعا بنفتخر بيها لأنها ما كانتش موجودة قبل كده الناس النهاردة كمان كانوا بيعبروا عن فرحتهم فيما يتعلق بتبدل يعني تبدل الحال من التعب والمشقة للحياة الكريمة يعني في الأول كان أنا بيب البتجاز وكانت طبعا مسألة الصرف الصحي وكل الحاجات اللي كانت موجودة دلوقتي كل بيت في قرية المعصرة بقى فيه جاز طبيعي بقى فيه إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي بقى فيه إنترنت فائق السرعة بقى فيه كمان لأن فيه محطة لتحلية مياه الشرب داخل قرية المعصرة فبالتالي ما بقاش فيه تعب كمان الخدمات اللي موجودة وعلى رأسها مركز خدمات المواطنين أو المركز التكنولوجي بيسهل على المواطنين عملية استخراج كل الخدمات سواء في الشهر العقاري زي ما انت قلت أو حتى السجل المدني أو خدمات أخرى تابعة للشهر العقاري كله بقى موجود فبالتالي الأهالي مش هيحتاجوا أنه هم ينتقلوا لمدينة ملوي لأن حرفيا اللي حصل هنا في قرية معصرة ملوي ونفس ذات القرية النهاردة الناس بيقولوها مدينة بالضبط كل الخدمات موجودة حتى البريد اللي موجود بقى كل الخدمات الرقمية التحول الرقمي موجود فيه فبالتالي كل الأهالي بتنجز كل الخدمات اللي موجودة في سهولة تامة كمان النهاردة الناس كانوا بيقولولي أن يعني إحنا بنشكر صاحب الفكرة صاحب الفكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي جعل كل هذه المشروعات وكل هذه الأحلام تتحقق في عروس الصعيد والنهاردة المينيا بتؤكد مجددا أنها عروس الصعيد بهذا العرص التنموي اللي كان موجود داخل قرية معصرة ملوي برجع لك مرة تانية يوسف أشكرك يا محمود أشكرك جدا 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 زميل عزيز محمود جميل مراسلنا من المعصرة ملوي المينيا أبدا لم يكن حلما أبدا لا ما كانش حلم ما كانش حلم في حد فينا أن احنا هيبقى في عندنا في يوم من الأيام خلال 3-4-5 سنين يا سيدي يعني شو بقى أنا إيه همدي لك المساحة الزمنية جدا أن أنا غير حياة 60 مليون مواطن في رفنا في صعدنا كده 3-4 سنين كان حلم مين بأمانة يعني والله العظيم يعني أكثر الحالمين تفاؤلا أو أكثر الحالمين حلما ورومانسية ولعمرنا فكرنا في كده لحنا ولا الجيل الله أكبر مننا